يقول جدي لإخوتي الآن سأروي قصتي قصتي عن رجل يهو نوادره الصغار وذيء ذنيني طويلتيني يتبعه في الأخبار فمن هما جحا والحمار جحا والحمار يقول جدي لإخوتي الآن سأروي قصتي ترجمة نانسي قنقر 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 وقع القمر الجميل في البئر وعلي أن أخرج كيف قالوا إن القمر بعيد إني أراه قريبا جدا يا لس خفتهم سأطلق صراحة هذا المسكين حسنا فالآن سترين بطولة زوجك ويطلق صراحة القمر سأبدأ الآن سأطلق صراحة القمر اصعد اصعد أيها القمر كفاك دلال مسكين هذا القمر سأخرجك بنفسي سأخرجك بنفسي بطولة زوجك بنفسي افتاري 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 حاضر افتاري 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 افت ستخرج قلت نعم أو لا شيء تأم أبي ستخرج لا يريد أني أخرج يا إلهي هيا أخرج هيا أخرج جوحا يناديك أخرج أيها القمر جوحا جوحا هل أنت بخير أجب لما أنت صامت يا جوحا أجبني أعزيزي تكلم انظري انظري صحيح أنني وقعت لكنني أخرجت القمر حقا لا بالعزم والرصميم جوحا يحقق مستحيل تقدمي يا زوتي أمام جوحا العبقري فأجد له طغام الشهي على قدر أهل العزم أهل العزم ديacyjي Refeter حقا حقا تبدو ما الفوصه موسيقى احباء الصغار لقد تهيأ لجحاء نهور القمر يقع في البئر فهب لمساعدته وحاول شط الطرق لاخراجه بالطبع كان كل ما فعله ضعابة لكن الهدف منها هو حثنا على مساعدة الاخرين الذين بحاجة لمساعدة ان لا يكونون في مازق وليس صحيحا ان يقع القمر في البئر فهو دائما في السماء ينير علينا وسيبقى دائما هناك صح اشتركوا في القناة دجاجة المشوية تعالي يا صغيرتي تعالي تلتهبك التهاما تعالي تعالي إلي تعالي اين هي الدجاجة المشوية استقذي امرأة ماذا تريد يا جوحة حرمت انني مدعوة الى طعام لذيذ جدا ماذا تريد مني اريدك ان تقدري نظارتي لانا اشتركوا في القناة